سنكم الدرسنا اليوم هو درس الأشكال الثلاثية للأبعاد تعرفنا على شكلين من الأشكال الثلاثية ما حبيتش أعطيكم أكثر من شكل ونحكي أضلاع ونحكي وجوه ونحكي رؤوس والطالب مش بعده يعني مش متقن شو يعني ضلع ووجه ورأس فأعطيت بس أنا أعطيت المكعب متوازن مستطيلات حتى أنه يعلق بذهن الطالب واليوم إن شاء الله رح نكمل اليوم ننكمل عن المخروط المخروط حكينا المخروط هو يشبه قبعة عيد الميلاد أو هو قبعة عيد الميلاد أنا عملت لكم مخروط زي ما أنتم ملاحظين المخروط دائري إله زاوية وحدة اللي هو رأس واحد ومن تحت نخبي الوجه أسفل نخبي وجهه من تحت طيب المخروط يا أول لو بدنا نطلع عليه بدنا نشوف كم ضلع للمخروط هيا أول المخروط هيا شوفوا دائري تماما من الجوانب هل يوجد لديها أضلع؟ هل يوجد لديه ضلع يشبه ذراعك؟ لا يوجد لديه إذن للمخروط لا يوجد أضلع إن للمخروط عدد أضلع هو صفر هل يوجد له رأس؟ يوجد لديه رأس واحد فيه رأس تاني مخبيه المخروط مثل ما هو مخبي الوجه تحت؟ ما فيه إذن يوجد لديه رأس واحد كم وجه للمخروط؟ كم وجه؟ بعينه بجه واحد إذن وجه واحد ورأس واحد ولا يوجد للمخروط أضلع زي ما إحنا شايفين هاي رأس المخروط وهاي هو الوجه اللي هو الأسفل ولا يوجد لديه أضلع من هنا يا أول دائري بهذا الشكل لا يوجد لديه أضلع طيب نيجي للأسطوانة يا أول الأسطوانة يا أول حكينا مثل علبة لبرينجز بالزبط مثل علبة شيبس لبرينجز أو علبة الفول الحديدية لها وجه من الأعلى ومن الأسفل علبة لبرينجز يتيب ذلك لهذا الشكل لكن يوجد لديه قاعدة من الأسفل أنا حاط إيدي قاعدة اليوم وجه ثاني نلاحظ هل يوجد لها ضلع؟ هل يوجد للأسطوانة ضلع؟ يوجد لها ضلع يشبه ذراع يدك؟ لا يوجد للأسطوانة أي أضلع هي دائرية تماما علبة لبرينجز لا يوجد لها ضلع لا يوجد لها أضلع لهذه الأسطوانة إذن الأسطوانة لا يوجد لها أضلع عدد الأضلع صفر عدد الأضلع صفر هاي يوجد لها وجه إذن من هون يا أول من أعلى يوجد لها وجه اللي هي علبة البرينجليز اللي هي غطاها يا أول وقاعدتها من تحت الوجه الثاني إذن ليه؟ الأسطوانة وجهان للأسطوانة وجهان وحكينا هون جبنا لكم مثال إنه هون شكل أسطواني الوجه من الأعلى ووجه من الأسفل ولا يوجد لها أي أضلع هل يوجد لها رؤوس؟ هل يوجد لها رؤوس زاوية؟ لا يوجد لها أي رأس لا يوجد لها أي رأس طيب عنا يا أول الهرم أنا اليوم عملت لكم حرم صغير الهرم نلاحظه شوفوا يا أول شوفوا الهرم لديه أربعة مثلثات على دائر الهرم وقاعدة سنلاحظ الآن أجزاءه هل للهرم رأس؟ لديه رؤوس وليس رأس واحد انظروا الرأس الأول بس بدي أمسكه الرأس الأول الرأس الثاني الثاني الرأس الثالث الثالث والرأس الرابع إذن لديه أربعة رؤوس للهرم أربعة رؤوس رأس رأسان ثلاث وأربعة إذن للهرم أربعة رؤوس كم ضلع لدى الهرم؟ كم ضلع؟ كم ضلع؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية لديه ثمانية أضلع لديه ثمانية أضلع كم وجه للهرم؟ الوجه الأول الثاني هنكتب أول الثاني الثالث الرابع أربعة وجوه والخامس إذن يوجد ديه خمسة وجوه وجوه يوجد ديه خمسة وجوه طيب حكاية الهرم يوجد له أربعة رؤوس رأس واحد اثنان ثلاثة وأربعة ويوجد ديه خمسة رؤوس خمسة وجوه وجه وجهان ثلاثة أربعة والقاعدة من أسفل خمسة ويوجد ديه أيضاً ثمانية أضلع ضلع ضلع ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية ثمانية أضلع إذن يوجد في الكتاب جدول كهذا الجدول يعبق هذا الجدول كما هو مطلوب في الجدول عدد أضلع كل شكل وعدد وجه كل شكل وعدد رؤوس كل شكل طيب حكينا أنه الهرم الهرم كم ضلع له كم ضلع عدناهم يا أول كم ضلع ثمانية أضلع ثمانية أضلع أو أحرف كم وجه خمسة وجوه كم رأس أربعة رؤوس للأسطوانة لا يوجد لديها أضلع فهو دائرية تماماً يوجد لها وجهان ولا يوجد لديها أي رؤوس المخروط حكينا لا يوجد لديها أضلع يوجد لديه وجه واحد ويوجد لديه رأس واحد بتضلع لنا الكرة يا أول حكينا شكلها كروي تماماً أنا مت جايبها شكلي شكلها كروي تماماً كرة عادية لكن الكرة هل لديها ذراع هل لديها ضلع يشبه ذراعك لا يوجد لديها الكرة هل يوجد لديها ذراع هكذا 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 من الجن لا يوجد لديها أي ضلع هل يوجد لديها وجه لا يوجد لديها وجه هل يوجد لديها رأس زوايا لا يوجد لديها زوايا إذن الكرة الشكل الكروي لا يوجد له رؤوس ولا أضلاع ولا زوايا في واجبات رح أصور لكم إياها وأبعثها إن شاء الله